يعني أبو السعود لازم موجود في منتخب مصر لازم لازم ما ينفعش يبقى بالأداء اللي بيقدم أبو السعود السنادي في الدوري ما يبقاش واحد من ضمن ثلاث حراس مارو موجودين في الدوري حاولك حقيقة كنت بسمع على محمود أبو السعود زمان ونت راجلش اشتغلت معا يعني وقل لي صح أولاد أو حتى صح بس تم تعادلها يعني كان دائم يتقالل محمود أبو السعود وقت ما كان بيلعب في النادي الأهلي إنه لا يتحمل الضغوط هل الكلام دا مظبوط؟ هل الكلام دا كان مظبوط وتعدل؟ بص أنا أكلف في النقطة دي مع أبو السعود أبو السعود أبو السعود يعني لعب سنة في المنصورة ما لعبش كتير وبعد السنة دي على طول انتقل للنادي الأهلي صحيح فكانت يعني نقلة نقلة كبيرة قوي طبعا نقلة كبيرة جدا طبعا ما يستحملش أي حد يعني فالنقلة دي إيه مع يعني محنا كلنا من الأرياف وكلنا يعني طلعين برضو من بيوت متوسطة بس فجأة ضغوط كبيرة برفع عليك فأبو السعود بعد ما فتعت فترة كبيرة في المنصورة العرب احنا بتسنى اللي فاتت يا كابتن كريم مش عايز أقولك الضغوط اللي احنا كنا فيها احنا كنا بنعب آخر مباريات احنا خطأ من أبو السعود ممكن ننتل درجة تانية صح دي برضو ضغوط صح بس بالشكل تاني صح صح مش لازم تبقى جامعة هدية بس ضغوط الفرقة كلها طبعا احنا بقولك فرقة بتنفس على الهبوط والموقفنا صعب جدا جدا وبسعود نجمل نجمل المشيات يعني في نهاية الموسم الثاني اللي فاتت عامل المشيات جامدة جدا جدا وكسبنا يعني كان دوله لقطات في كل مورا كده ما ده بتقولي انك اتكلمت معاه طبعا فقال لي ما هو حتى نفسه قال له يعني كنت لسه بقالي سنة في المنصورة وطلعت المنصورة على فين على النادي الاهل فكان بالنسبة له نقلة الاهل دي كانت نقلة يعني خض جندا يعني بالنسبة له ايه مكان لسه بقى عارف انت بقى لما بتجي تقعد في القاهرة بقى تعيش بقى سنة واثنين وثلاثة اكيد في حاجات كثيرة بتتغير يعني طبعا وليس صغير في السن كمان طبعا كان صغير في السن انما هو دلوقتي لو راح النادي الاهلي بعد العمر اللي قضى بقى في الدور الممتاز لا يبقى لوقتي اكتر من 150-300 مباراة في الدوري وبقى خلاص بقى يعني دولنا اتغير اتخلص بالنسبة له فالوقت ده ابو السعود يروح منتخب مصر يقدم اداء متميز يروح النادي الاهل يروح اي مكان في مصر لان ابو السعود بقول كوي السؤال خارج السياق فضل ده بتقول ليه افضل حارس في مصر صحيح ده؟ تمام تمام كلام عن انه الناس او يعني الاهلي محتاج حارس تاني لو طلب محمود ابو السعود في النادي الاهلي مرة اخرى هتبقى مبسوط وولادي هو طبعا مفيش شك ان دي هتتجعل طبعا للإدارة في النادي ما في المال لا لا يعني انا بقول لك ابو سعود احسن اداء في الدوري السنادي اه ابو سعود كان في النادي الاهلي اه ويعني قاعد في النادي الاهلي فترة مش كبيرة ما خادش فرصته كافية في النادي الاهلي يعني ما لعبش كتير في النادي الاهلي فترة لعبه ما كانتش كبيرة في النادي الاهلي فبرضه خبالك دي برضه من الحاجات اللي ايه فعفي عشان تلعب في النادي الاهلي ولأت تتقييم كوايس لازم تلعب كتير فاللعب الكثير بطبيعين ترحيل şimdi حاجة الكوائس findet created for him short ونسعيد ملعبش كتير في النادي الاهلي فعشان كده يعني إيه عشان تقايمه يعني لعب في النادي الاهلي واخد فرصته والكلام ده لا مش فترة كبيرة نخدش فرصة كبيرة no abo dessعيد dizendo بالمستوى اللي يقدمه ابو السعيد الأتي ينافس محمد الشهيناو في slip منتخب مصر لسه يعني كان فيه سنة فات حراس ماروة وعملين مستوى كويس اوز كان فيه محمود جاد بيلعب في امبيو كان عامل مستوى كويس كان فيه محمد صبح بيلعب مع فرق فتروناز ومحمد صبحي رجع تاني للمشاركة معانية الزمالية حتى لو على فترات يعني وليعب ماتشين السنة دي في الدول لعب مباراة المصري بالزبط من فترة كبيرة وكان انا شايفه من افضل يعني عامل مباراة كبيرة جدا مباراة المصري كان نهاية اتنين اتنين وليقى مباراة اخيرة مع سنوحة وعمل مباراة كبيرة جدا الولد ما شاء الله جل ما وهوب ويبقى مستقبل كبير للناس الزمالية والمنتخب مصري بس ما بيلعبش فعشان كده طبعا لما بيبقى فيه فرق